عجز نظام الحكم عن ثني الإرادة الثورية فعمد إلى اغتيال الكوادر الشبابية والنشطاء ظناً أن هذه الأساليب قد تمكنه من فرض السيطرة هذه تعليقات المراقبين وهذا تأكيد الناشطين وهذه مسيرة التشييع يوم أمس تؤكد وتثبت أن سياسة الاغتيالات وتصفية الكوادر تعزز الإصرار الشعبي على التمسك بالثورة وخيار المفاصلة مع النظام وتبرر دعوات المقاومة فهكذا يزف الشهداء وبهذه الشعارات يعبر المشيعون عن وفائهم لهم وهكذا تتعامل قوات النظام التي يتكون جل أفرادها من جنسيات مختلفة وكثير منهم لا يتحدثون بلغة أهل البلد والد الشهيد أحمد تحدث بحرقة عن شهادة ولده مبينا كذب وزارة الداخلية التي أظهرت صورا لجماجم مهشمة ادعت أنها تعود للشهيدين بينما تظهر الجثامين الطاهرة عكس ذلك تماما وطالبا بكشف الحقيقة ومعاقبة القتلة أجسادهم بلحمهم وعظمهم وشحمهم والصور التي رأيناها لم نرى إلا جماجم فإني يطالب من كل المنظمات الدولية بأن ينظروا في هذه القضية من جانب آخر شهدت العديد من المناطق مظاهرات تضامنية مع عوائل الشهداء والتي طالبت بالقصاص من القتلة محملة رأس النظام كاملا مسؤولين